السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ويأهل وسهل ومرحبا اليوم لدينا فائدة وربما يكون فيها شيء من أطول لكن لنفيها ننقلها تامة بإذن العزل مع الشيخ صالح بن فوزان في شرح كتاب الكبار للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول باب الحرص على المال والشرف عن كعب رضي الله عنه مرفوعا قال ما ذئبان جائعاني أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه صححه الترمذي وقال أنه عند الترمذي وأحمد أما يقول في هذا الحديث بيان مضرة الحرص على المال والشرف على الدين فالحرص على المال والشرف يضر بالدين لأن الحرص على المال يحمل الإنسان على الكسب الحرام من الربا والقمار والغش والسرقة والغصب غير ذلك أي إن محبة المال تحمل الإنسان على الكسب الحرام وليس المراد أن لا يحب الإنسان والمال فلقد قال الله تعالى ويحبنا المال حبا جمع وقال إنه لحب الخير لشديد والخير هو المال وإنما المقصود حب المال الذي يحمل الإنسان على المكاسب المحرمة فهذا هو الحرام وإلا فالله سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فالكل يحب المال ولكن إذا خرج حب المال عن هده وحمل صاحبه على عدم المبالاة بأي وسيلة يأخذه فهذا هو المحرم المذموم الذي يضر بالدين لأن صاحبه لا يتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه بل يكسب المال من أي طريقة كانت والشرف هو الجاه والرفعة والكل يحب الشرف والرفعة ولكن إذا خرج عن حده فبلغ حب الشرف بالإنسان أن يتعدى على غيره ويتكبر ويظلم غيره من أجل الحصول على هذا الشرف فقتل وتعدى على غيره فهذا مذموم يذر بالدين فكل شيء له حدود يجب أن لا يتعدىها وفي حديث كاب هذا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم على خطر الحرص على المال وعلى الشرف حيث شبه الرجل الحريص على جمع المال وتحصيل الشرف والجاه بين الجائعين الذين وجد غنما في زريبة أي حضيرة فإذا أتى عليها الذئبان الجائعان فتك بهذه المجموعة من الغنم فشبه حب المال والحرص على الشرف بذئبين دخل على زريبة غنم وإذا اجتمع في الإنسان يحب المال وحب الشرف يجتمع فيه ذئبان يفتكان بدينه كما يفتك الذئبان في الغنم فما ظنك بذئبين جائعين وجد غنما محصورة في زريبة ماذا سيفعلان؟ إنهما سيفتكان بهما بها فتكا شديدا وهذا مثل رائع ضربه أو يضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه خطر حرص المرء على تحصيل المال والشرف والمبالغة في ذلك دون أن يبال من أين وكيف اكتسبه ليحصل على المال والشرف فمن فعل ذلك فلقد أهلك دينه كما يهلك الذئب أشياء إن تمكن منها وهذا فيه تحذير من حب المال الذي يحمل صاحبه على الجشع والطمع وعدم المبالغة من أين يأخذ المال ومن المبالغة في حرص الرفعة والرئاسة أو الجاه الذي يحمل صاحبه على الأشعر والبطر وظلم الناس والتعدي عليهم فالإنسان المسلم متواضع رفيق بالناس فإذا نال شيئا من الشرف أولو لا يسخر ذلك لخدمة الرعية والرفقة بها وإلا كان كذبي الذي يهلك الغنم يقول ثم إن المغالاة في حب المال قد يحمل على الإنسان على تحصيله بأي وسيلة دون تفريق بين حلال وحرام والحقيقة أن هذا هو أكثر الناس اليوم أكثر الناس اليوم حيث يسعون إلى تحصيل المال وتكثيره دون ما نظر إلى الأحكام الشرعية في البيوع وغيرها فربما يقعون في الربع أو يتعملون بالرشوة والتدليس والغش وإستخدام الطرق المتوية حتى لو أدى ذلك إلى أكل حقوق الناس بالباطل ثم الطامة الكبرى أنك إذا بينت الحكم الشرعي قالوا قالوا لك كل الناس يفعلون هذا وأنت متشدد ونحو ذلك نسى الله عز وجل العافية والسلامة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر